السلام عليكم احبابي. كديري اللي بسألكم اموركم جيدا. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وانا دائما كنت منكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نقدم معكم زيت فيتامين سي اللي ممكن انكم تحضره في الدار. لا ما انكم تشريه ولانه كيف تعرفوا انه زيوت اللي كيكونوا دير البشرة اللي كيعامون البشرة انها تكون مشريقة. وفي الحالة لها الطبيعية وزوينة. ورا تكونوا غاليين وكيكونوا ديرين تعمل. فرا دابا جبت لكم طريقة سهلة وبسيطة باش انكم تحضروا زيت فيتامين سي باسهل طريقة وباسرع وقت ممكن. يلا خليكم احبابي كنحتاجوها هي ليمونة كاملة. هنحتاجو فقط غير القشور ديولها. ثاني حاجة غدي نحتاجو زيت اللوز الحلو اللي هو اه فوئي دياله كثيرة ولي غدي نشرحها لكم في اخر الفيديو. واهم حاجة انكم تحتاجو قارورة صغيرة او قرعة صغيرة اللي تكون اه كتكون فيتا انها عندكم ولا لا شريوها. انا عندي ديجة عندي كان فيها فيتامين ندي. ومن ما بقاش فيها غسلتها وخزنتها وقلت من بعد غنحتاجو فعلا دا بقاناني احتاجتها. هي اللي غدي نديرو فيها هاد الزيت تعال فيتامين السي. واللي زوين في هات القرعي هي البنات هو انه هاد اللون دياله العسل لما كي يبقى اولي كي خلي الزيت تبقى صالحة المدة طويلة يعني هادوك القرعي اللي تكونو كي يبينو. فرا ما زويني انشاء البنات وضغية كتخسر الزيت. وكتعرفوا ان الزيت كتبغي بلاسة تكون مضلمة. يعني احتاج لما كانوا شان تكون قرعي بهذا اللون هادا. وعندكم قرعي في لون بيتامين. فانش اما شي مشكل حطوا القرعي بشي بلاسة اللي تكون مضلمة. وما دخش لها الاشي عادية الشمس. واللي عندهم ولي ما عندهم شفين يحطوا كيف قلت لكم. معلوم غير ياخدوا قرعي بعد شكل هذا. لكن القرعي كيتباعوا. واخدوه بعد شكل هذا. فالشي سهل لكم انكم تاخدوا قطارات قليلة من هاد الزيت هذا. يلا اخوتي ما نطورش عليكم. واندوزوا لطريقة استخدام. يلا خليكم معنا. هنتم احبابي كيف كانت تلاحظوا معي. انا قشرت ليمونة كاملة. هانتم ما على تشكل هذا. قشرتها تقريبا كاملة. انتم ما. وهذا القشور هادو هموني فيهم منافع كثيرة انكم. منافع دي الفيتامين السي. ودعبة غدي نزيد عليهم. الزيت اللوز الحلو. هلا اخليكم معنا. هانتم ما لابنات هاي القرعي عدي الزيت اللوز الحلو. اللي وقت لكم فوقت ديره كثيرة. نخليها لكم في الاخر الفيديو. سنزيدوها على هد. عفوا انا احبابي. سنزيدوها على هد الليمون اللي حكينا. وغادي نخليه دي المدة دي الليلة كاملة خوتي. باش يطلق دك دك الليمون. يطلق دك 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 اللي فيه الزيت هذي. وان الزيت اللوز يطلق دك 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 زيت الزيت الفيتامين السي اللي غادي نحتاجوها. دي يوميا نديروها. اه كيف قلت لكم احبابي. واللي ما عنده اصبر انا اصبر ليلة كاملة. فمثلا نديرو معدك الصباح معدك ثمانية الصباح. مثلا. وفلاشية. اه فلاشية انها تعصروا مزيان. في شي تقشيرة عندكم. كتاب وضوك تقاشر اللي دي الله يضع هاد وكالبنات. واللي ما عندهم. ولي ما عندهاش تدير غير صفاية. ولكن صفي مزيان. باش تبقى لنا غيز زيت. لان لان احنا يا الهدف دينا من الفيديو هذا. نستخرجه فقط غير الزيت. الزيت اكيد لكم انا غضي نخلي الليلة كاملة. ونقوم بسيطة في الاخر الفيديو نوريكم النتيجة كيفاش كيش. يلا تهال الله وليا في رازكم. اتلقى ان شاء الله في فيديو اجيه. اشتركوا في القناة